أهلا بكم أصدرت نقابة صحفين تونسيين بياناً دعت فيه رئيس الجمهورية إلى سحب المرسوم رقم 54 لمخالفته التزامات تونس الدولية وتعرضه مع معايير حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان كما أكدت النقابة أن المرسوم يهدد ضمانات حرية الصحافة والتعبير والنشر ويتعمد تتبع الصحفيين وفق قوانين جديدة تعسفية لا علاقة لها بالمهنة الأخبار الزائفة في تونس تخرج وتصدر أساساً عن السلطة وعن الحكومات وعن الوزراء حين يتحدثون عن إنجازات أو عن توفر المواد وهي في الحقيقة غير موجودة وهم أيضاً يستعملون كل تلك الصفحات التي تشوه الناس والتي تنشر الأخبار الزائفة والتي تعكر صفوة ما يسمى بالنظام العام هي في نهاية الصفحات مستعملة من قبل السلطة وتستعملها السلطة لتشوي خصومها معنا من تونس عبد الراوف بالي عضو النقاب الوطنية لصحفين التونسيين ورحبك معنا سيد عبد الراوف إذن هذا المرسوم رقم 54 تعتبرون في نقاب الصحفين أنه يخالف التزامات تونس الدولية ويتعارض مع معايير حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان لو تضعنا أكثر في تفاصيل قراءتكم وانتقادكم لهذا المرسوم بدايةً تحية لكل مشاهديكم بالنسبة للمرسوم عدد 54 هذا المرسوم صدر بشكل منفرد عن رئاسة الجمهورية لم تشرك فيه أي طرف من الأطراف المعنية بحماية حرية التعبير والدفاع عنها في تونس أو الأطراف المعنية بالصحافة والنشر والتوزيع في تونس وبالتالي هو منشور صدر بشكل منفرد يأتي في إطار مسار كامل لرئيس الجمهورية قيس سعيد حيث أنه حتى الدستور وضعه بشكل منفرد هذا المرسوم أولاً هو ينسف القوانين المنظمة للصحافة في تونس والتي توفر العديد من الضمانات وفق القوانين والمعاهدات الدولية لممارسة الصحافة في تونس وكذلك لممارسة حرية التعبير لعموم المواطنين التونسيين وبالتالي هو أول خطوة أنه نسف كل الضمانات السابقة التي اكتسبها الصحف التونسي منذ جانب 2011 إلى غاية اليوم ثم أتابي عقوبات أثارت استغراب كل النخب المدنية والسياسية في تونس يعني خمس سنوات سجن ربما تكون من أجل موقف ربما تكون من أجل رأي ربما تكون من أجل ترويج إشاعات لكن السلطة تقول أنه لمكافحة الإشاعات طبعا هذا هو العنوان لكن في المحتوى هو لمكافحة الرأي المخالف عندما اطلعنا على محتوى هذا المرسوم يعني اكتشفنا أنه حقيقة مرسوم لمكافحة الرأي المخالف لأنه يصنف كل الآراء والأخبار والمواقف يمكن أن تكون تحتطى إلى هذا المرسوم هو لم يحدد بالضبط ماذا يقصد سواء بالإشاعات أو الأخبار المغلوطة أو غيرها يعني استعمل حتى مفردات فضفاضة الأمن العام والتشويش وإثارة الرأي العام أو غيرها يعني ربما عندما نمرر خبر عن نقص السكر اليوم ربما نثير الرأي العام بالتالي ربما يعني قد نحاكم بخمس سنوات سجن وفق هذا المرسوم كذلك هناك مشكل آخر في هذا المرسوم هو يعني أتى حتى على ما اكتسبته الساحة السياسية والمدنية في تونس من حيث حماية المعطيات الشخصية حيث أن الكشف يعني عن الأسرار الشخصية أو المعطيات الشخصية وكذلك اعتراض المكالمات الهاتفية أو غيرها كذلك يعني استعمال وسائل التنصت على المواطنين لم يعد يخضع لقرار قضائي اليوم هو يخضع يعني لقرارات السلطة التنفيذية وهذا ربما يكون أخطر حتى من الفصل 24 الذي يتصدى حسب قول رئاسة الجمهورية للإشاعة بالتالي يعني كل التونسيين اليوم يمكن أن يصبح تصبح مكالماتهم خاضعة لتنصت السلطة التنفيذية دون أي رقيب ودون أي حسيب في حين أن القانون السابق فرض الإذن القضائي من أجل إجراء عمليات التنصت كذلك لا يقول ما هي العقوبات في هذه الحالة لأنه ترك المجال لرئاسة الجمهورية حتى يعني تتحرك بحرية فيما بعد من أجل كمع الرأي الآخر أو التنصت على الصحفيين أو غيرهم يعني من من يعارضون هذا النظام في المقابل كيف ستكون طبيعة ردكم يعني أنتم الآن أصدرتم بيانا دعوتم الرئيس إلى سحب هذا المرسوم اعتاد التونسيون أن الرئيس لا يستمع إلى الرأي المخالف ولا من يدعوه إلى سحب مرسوم أو التراجع عن قرار كيف ستتصرفون إذا ما مضت السلطة في تطبيقه وفرضته على القضاء نعم للأسف نقول أن رئيس الجمهورية لا يستمع للرأي المخالف ولذلك نحن متأكدون أنه لن يسحب هذا المرسوم دون أن يكون هناك ضغط من المجتمع المدني التونسي تقريبا كل أطياف المجتمع المدني التونسي عبرت عن رفضها لهذا المرسوم وعبرت عن الأخطار التي حملها هذا المرسوم وهناك مشاورات بين مختلف هذه الأطراف من أجل خوض تحركات ميدانية من أجل إجبار رئاسة الجمهورية على مراجعة هذا المرسوم لأنه في النهاية نسف كل القاعدة القانونية وتشريعية التي وضعناها منذ سنة 2011 وحتى الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تونس هي اليوم تم نسفها بالمرسوم عدد 54 شكرا جزيلا لك عبد الرأوف بالي عضو النقابة الوطنية للصحفين التونسيين كنت معنا من تونس